اشتركوا في القناة ومقرئ القرآن مع محبه وبعدوا إنا هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجيب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما خارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات محرير التجويد والمواقف ومن الذي يرسي ما في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائئ فلم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف آليك وأخت هواه حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فاعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى الليسان فوق ثم الكاف أسفال والوسط فاجيم الشينيا والضاد من حافاته إذ واليا لضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طار فيه تحت جعلوا والراي دانيه لغهر أدخلوا والطاء والدالوة منه ومن عليا الثانايا والصافير مستاكن منه ومن فوق الثانايا السفلا والضاء والذال وثال العميا من طار فيهما ومن بطن الشافة فالفاما عطرا في الثانايا المشريفة للشافاتين الواوباء ميمو وغنات مخراجوها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر وارخو مستافل منفاتيح مصماتات والضبدا قل مهموسها فحثاه شخص ساكت شديدها لفظ آجد قاط باكت وبين آرخو والشديد لنعمر وسبع علم خصى ضغط قض حاصر وصاد ضاد طاؤ ضاء مطباقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وازا ينسين قلقالات قطب جاد ولين واو واياء سكينا وانفاتحا قبلاهما وال حراف صحيحا في اللام والرواب تكرير جعل وارد تافش الشين ضادا لستاطي باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحيح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا وهو أيضا حليات التلاوات وزينة الآداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكمالا من غير ما تكلف باللطف في النطقي بلا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياض تمرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرقيقا مستافيلا من أحرفي وحاذيرا تفخي ما لفظ الآليفي وهمزا الحمد أعود إهدينا الله ثم لا مال الله لنا وليأتال الطفوى على الله ولض والميمة من مخماصات ومن مارض وباء برق باطيل بيهم بيذي وحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقي لن إنسا كانا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصاء حق الحق وسينا مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كوسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلا أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشداد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخي من لامامين اسم الله عن فتحي نوضا منك عبد الله وحرفا لاستعلاء فخم وحصوصا لطباق أقوى نحو قانا والعصاء وبييني الإطباق من أحط مع باسقتا والخلفوب نخلقكم واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمتا والمغضوب مع ضللنا وخليص في تاحا محذورا عسى خوف اشتيباهه بمحضورا عصا وراعي شداتا بي كاف وابتا كاشركيكم واتاتا وفا فتنتا وأوالي مثل وجنس إنساكا أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا توزق قلوبا فالتاقم باب الضاد والضاء والضاد باستيطالات ومخراجي ميز من الضاء وكلها تاجي في الضعن يظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاشوا واضو كظم ظلاما أغلو الظلاما ظفرين تاظر ظاما أغفارا ظنا كيف جاو عطسيوا عيضينا ظل النحلي زفروف سوا وظلتا ظلتم وابيروا من ظلوا كالحجر ظلت شعاران ظلوا يظللنا محظورا مع المحتاضري وكنتا فضا وجاميعا ناظري إلا بي ويل هلوى أولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضمين الخلاف سامي وإنت لا قايا البيان لازم أنقاض ظهرك يا عظ الظالم والضر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميمة إن تسكن بغنات اللادى باء على المختار من أهل الآدى وأظهرنها عند باقي الأحروف واحذر لا دواو وفاء تختافي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهاروا لدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرالى بغنات لازم وأدغي من بغنات في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحور في أوخيذا باب المد والمد لازم وواجب آتا وجائز وهوى وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطور يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متاصيلا إن جميع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصيلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفات الوقوف والابتداء وهي تقسام إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لي ما تم فإن لم يوجدي تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكاف ولخضا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قابيح وله الوقف مضطرا ويردا قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سابب باب المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول واتا في المصحى في الإيمان فيما قد أتا فاقطع بي عشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يا سينا ثاني هودلا يشركنا تشرك يدخولا تعلوا على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صلو عما نوه قطاع مما بيروم والنسا خلف المنافقين أم من أساسا فصيلات النسا وببح حيثما وألام المفتوح كسر إنما لنعاما والمفتوح يدعونا معا وخلفوا لنفالي ونحن واقعا وكل ما سألتموه واختولف ردوا كذا قل بئسما والوصل صف خلفتموني واشتاروا في مقطعا أوحي أفضت مشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صيلا فأينما كالنحل صلوى مختالف في الشعار الأحزاب والنسا مصف وصل فإن لمهدى أن لن نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حاراج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تاحينا في الإمام صلوى وهيلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وهلا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعرافر منه دكا في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطوري عمران لعنة بها والنوري وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنت فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري قرات عين جنات في واقاعة فطرة باقية وبنات وكالمة أوسى طال عرافي وكل مختورف جمعا وفردا فيه بالتاء عورف باب همز الوصل وابدأ بي همز الوصل من فعل بيضم إن كان ثالث من الفعل يوضم واكسره حال الكسر والفتح وافي لسماء غير اللام كسرها وافي ابن مع ابنات امرئ واثنين وامرآت واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذير الوقف بكل الحاركة إلا إذا رمت فبعض الحاركة إلا بفتح أو بنصب وآشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقديمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وازاي في العدد من يحسين التجويد يغفر بالراشد والحمد لله إلها خيتام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واريه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر